السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم في فيديو جديد باتش نوت 8.4 8.4 الباتش نوت هذا هو الباتش نوت المنتظر يا عيال من يوم ما نزلت الونزري فولج يمكن اكبر باتش نوت شفتوا من فترة مرة طويلة يعني غير الميجر باتش نوت اللي هي الكبيرة اللي بدايت سيزن ولا هذا هذا باتش التصليحات والتعديلات هذا باتش البالانس هذا باتش النرفات والبفات صراحة في كل شي في القيم موجود في الباتش هذا الباتش هذا صراحة مرة عجبني في تغييرات مرة حلوة بالنسبة لي يعني اعتبرها تغييرات مرة حلوة هتخلي القيم ان شاء الله بالنسبة لنا شوي احلى وحيكون اصعب في بعض الحالات في كل الحالات let's jump لنقص learned power items for pretty simple decision tree if you need mana طيب اللي اني ابدأ بالايتمس اوكي قال لك ability power items عاملوا فيها تعديلات كثيرة التعديلات الاساسية فيها يسير اذا انت والله يتبقوا مانا تشتري items فيها مانا و CDR if you want to buy配جد النامج او خيارات زيادة غير انو والله إذا إذا بغى مانا وCDR يروح يشتر المريلو والمريلو إذا يبغى دامج يروح فغيروا التشكيلة حقاتها اول شي سوف نقصوا القولد حقها من 900 وزودوا القولد حقها من 900 الـ 1100 وزودوا عليها جديدة يونيك باسيف اسمها هيست فيها 10% راحوا بعدين على لودنز ايكو جعلوا منها الموفمين سبيد نقصوا القولد حقها من 190 زودوا التوتر كوست حقها من 3200 الـ 3300 وغيروا الـ build path حقها إذا تشتري lost chapter اللي هو هدا غيروا زاد امليفايينج توم زاد بلاستين وان مانا 500 هدا شي جديد الـ cool down reduction 10% عشان lost chapter الـ unique passive اللي هي الـ hast 10% cool down reduction بيادة سوري هذا الـ hast وزود عليها فاللودن ايكو الحين ما عاد صار فيه الموفمين سبيد اللي كانوا ياخدوها اول معنو من اول احنا كنا عارفين لودنز ايكو كانوا ياخدوها اه نوعين من الشامبيون زي اللي هما اللي يبوا يسوي بوك من بعيد او اللي يبوا موفمين سبيد بوف زي ايكو اه وزي مين كمان ماني فاكر اللي هو بيضربوا بيجري فاللودنز ايكو ده حين ما عاد تنفع على شامبيون زي ايكو الا في حالة اذا بيلاعب بالكيو حقته من بعيد ممكن بس ما عاد ياخد موفمين سبيد بوف منها ام مين اللي ينبسط من الشامبيون هذي من الـ من الـ من الـ ايتم هذي كل البوك شامبيون اصلا قاعدوا this item is for poking قال لك احنا هادي الـ ايتم عاملينا فور بوك لاكس زيراث ام اي احد يباي يسوي بوك يباي لعب يضرب من بعيد هذا الـ ايتم فوريو واللي حلو فيها انه صار عندك 500 مانا فيها مرة كتير فهيزير عندك مانا حيصير عندك كولداون 20% ان كان 10% الاولى بعدين التانية من الهيست واللي حلو فيها ديك تشتريها من بدري طبعا عبتين الفمية جولد اكثر من 900 كتير فهي فيونا تاب انتويت وتشتريها من بدري بغالك اكثر من ثمانية دقائق انا والله ستة التانية دقائق ستة دقائق ويزا مش بطالة يعني يمكن فيكتور يتعب عشان اشتريها عشان بيشتري الـ اول ونلعب حول الـ حقته ممكن ممكن والله اعلم زي ما احنا عارفين هاد الـ ايتم اليوم ما نزلت الين ده حين ما حد بيشتريها الا اه 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 شفت لساندرا ممكن اوريليان سول بس الوحيد اللي يستفيد منها مرة كتير بير كده اه فالـ ايتم هذي طولة للفترة اللي فاتت مرة ما فيها حبي اخذها فقال لك هذي الايتم عشان لو تبت تلحقوها هتتجري ورا تجيبو تنفى فغير البلد بات حقها برضو لوس شابتر هكستك ريفولفر 850 جولد زودوا المانا حقها من الـ 400-500 شالوا انها تبطيك هلث اه طبعا هذا ما هيفرق مرة كتير الـ الاكشري يفرق كانت تستفيدوا منها الـ اللي ياخدوها عشان يقوم يجري وراك ويدخل فوسطك ويدضرب معاك شالوا الهلث منها بيستور مانا ايكل تفتين فرسنت دامج تاكن فرم شامبيونز هذي شالوها الـ وحطوا الهيست اللي في الباسف الجديدة وضافوا لس فروسيتي فروسيتي بولتس ناو اونلي دامجز ان سلو سفيرس يونيت هيت بير مسائل لكنين لما تستخدم الـ تطلع المسائل زي ويطلع الصواريخ هذي هي شكلها زي الايس الصغيرة الايس هذي كانت تضرب اي و اي دا حين يقولك تضرب او او تضرب وتمشي تضرب اللي وراها دا حين لا اول واحد ينضرب بيها طبعا كل صاروخ لحاله اول واحد ينضرب بيها خلاص يوقف معها تضرب اللي بعدها فمعد سارت مو معها سارت اي او اي هي اي او اي بس تضرب واحد فقط بدا ما تضرب اكتب السلو حقها يقل على في خلال ثانية بدل نص ثانية عشان كده بيقول لك الرأيس هذي سفور كاتشنج ام فروس بولد كون نارد باي تن ديجريز فروس بولد كون رينج ديجريز زودوا الرينج حقه ونقصوا الكون حقه الكون يعني كان والله كده تسئين درجة ولا ما دل كم درجة نقصوه عشرة بصار على قدام اكتر من اللي والله تسئين ولا مية تمانين درجة كاملة صار كده بس قلوا الرينج حقه يزيد ميتين يزيد ميتين ويجز مرة كتير صراع سلو برسنت اربعين في المية بدل خمس ستين في المية بلوست مسال سبيد السبيد حقها اصل مين هيشتريها ولا احد حتى بعد التعديل هذا على حد يعني امكانها طالة فيها برضو هيبقى رينسول وسيندرا ما اشوف في اي حد تاني يستفيد منها مرة كويس حتى لو فز يفضل اخذ الهكستيك اه شو اسمه الهكستيك ريفولفر التاني هذيك اللي طلع صواريخ موش الصواريخ الايس الصواريخ التانية احسن له لانه وعنده ويف كلير حقها مرة كويس واصلا هو ما يحتاج استخدامها عشان يسوي كاست لانه وهو عنده التريكستر وعنده اي حقته ما اظن حتى التعديلات هذي ما هترجع الاتم هذي الا الاخوان الاثنين اللي بشتروها اه ارشانجل نو مانا نو سبل كاست غيرت بالبات حقها تير توم بردو 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 المانا طيروها سوتمية وخمسين باسف وصاعدة ادشان المانا بردو بردو فيها است وبعد ما تلوّلها تشينجز وغنجز سوف كاريوور تسرف نفس التشينجز تروح على الاركين ها مور مانا مور سبل كاست الاتم هذي ليش تاخدها هده حين ما اصار تاخدها وحدي بقى بردو ما ياخدها الا تشامبيونز زي كاسيوبيا اللي تحتمد اه كاسيوبيا والتاني رايز زي ممكن نفس الشي ما تغير فيه شي الفكرة المحيدة انه زودت اه طبعا لرايز هذي مرة كويس لانه ازا زود له المانا بول انت عاربين رايز لما نزيد المانا بول حقه وعزون يزيد الدامج حقه اذا كنت فاكر من ان تشامبيونز باقية ما تغيرت بل 250 صارت تاخد 650 ونقص الكلدان فهذا نعرف على كاسيوبيا اظنه سيتي قلت سوي سبام زيادة للاعب الاتيز فالكلدان حقها صار كويس بس الدامج حقها نقص مرة كتير فلا اعتماد يتصرف فيها وقت مرة كتير عشان تلبيلها همم غريبة فيا الصراحة من يعرف اذا هو الدي بي اس اللي هيجيك من الكلدان الزيادة هيكون اعلى من انه والله يكون عنده كابيرتي باور 80 اوبر 50 ولا لا بس حتبقى برضو تنشرف نفس الشامبيونز اللي بيشتروها ما في شامبيونز ثانيين يقدر يشتروها عشان موضوع انه والله عشان عشان موضوع موضوع اكتبقى بصدقى بصدقى غيره لكي تنشرف موضوع اكتبقى بصدقى موضوع اكتبقى بصدقى 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 ضربة 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 يجلس في مضاربة حقته طويلة ايستفيد من الايتم هذي مرة كثيرة اكشل هادة بف مرة كبير او لناس اللي استخدموا الايتم هذي اه براند اه عشان كده هنشوف براند بود براند ميد يستفيد منها مرة كثير الالتي حقت مالزهار الـ E حقت مالزهار هتشغلها اتخيري شباب دامج مالزهار يجي يحط الـ E حقته كل تك كل ثانية تزيد الدامج حقها 2% لين 10% زيادة وهو جوه الكمبات ما تقل اللي تخرج من الكمبات فكل ضربة يسويها يعني بعد 5 ثوانية وانت تضارب مع واحد الدامج حقك زود الدامج حقك 10% شبابات 5 ثوانية هده بف مرة كبير لمالزهار هذا بف مرة كبير لبراند هده بف مرة كبير لرامبل ممكن نشوف رامبل في التوب لين دحين مرة كثير مرة تانية عشان الـ E حقته ولا عشان الـ Flamethrower هده بف مرة كبير لموردكايزر فعلا عشان الـ Alty حقته interesting الـ Unique Passive تورمنت زايد في الـ Target Maximum Health برضو تورمنت نقصوها من 2% تارجت Current Health تارجت Current Health لـ 1% تارجت ماكسمم كل ما زاد الدامج كل ما زاد الـ Health كل ما زاد الدامج اللي تسويه فهادي Anti-Tanks item مالزهار مرة حيكون مبسوط أظن حنشوف مالزهار مرة كثير وأظن حنشوف رامبل فوق مرة كثير hunting guys هذا الـ كان الـ upgraded version no it's hunting guys قبلتي باور 35 30 شاله الـ I of Pain اللي هي 15 Madness damaging champion increased damage by you deal by 2% per second until طبعا اللي هي item اللي هي تصير الـ Upgrade اللي هادي مادر ليش عكسين هالمفروض هادي أول الدامج حقها مرة كثير وال ما غيروا ما غيروا الـ Gold Coast حقها فها تبقى بنفس الطريقة شاله الـ 15% أو الـ 15 وعطوك 10 ability power زيادة هذا معناه هزود يعني يعني صارت أحسن في الـ item هادي لما انتهيلا لما انتلويلها لما تشتري الـ second upgrade حقها هتصير صراح مرة مطبيئة بالنسبة للتاكس اي champion يحد ضت او زايرة ضايرة نفس الشي عشان ترمي الـ حقونها يجلس ويفرشوا فيك برضو الدامج حقها يزيد مرة كثير مرة كثير حيستفيدوا من الـ change هذا interesting الموريلو الموريلو غيروها زي ما قال يقول لك مانا ريفان passive ريموف شالوا المانا ريفان flat magic penetration ادت ضافوا عليها magic penetration غريبيا سونز فاكرين الموريلو اول كانت ما تنقص الـ على الادم اللي بتضربه إلا اذا كان health اقل من 40% إلا اذا وصل الآن حطوا فيها غريبيا سونز على طول صارت زي الـ المورتال ريمايندر اللي هو اللي لونه ازرق الـ اي بي شامبيون صار عندهم موريلو قدامك هاي الكتير نجيب له موريلو من البداية اه ابليفيان اور بلاستين وان ستمية وخمسين جول زودوا التوتل كوست حقها مية جول نقصوا من مية لثمانين زودوا عليها الهيلث صار فيها 30 مانا مات فيها مانا باكرين شباب صار اذا تبغى مانا ايش تشتري اشتري لودنز ايكو اذا تبغى هيلث ايش تشتري موريلو هذي كفيها 20% cdr هذي ماعد فيها cdr شار الكون داون حقها حطوا ماجيك منتريشن في هذي ماجيك داميش ديل دلتو شامبيون زي فليكس غريبي زونز يحط غريبي زونز فهذي صارت هلث ها هذي اول ان انترستين وهذي كبوك هذي كفيها cdr هذي ما فيها cdr خلاص يعني ما بالراحة انت عارف اش تبغى انت بوك تبغى cdr تروح لودن زي اكو انت تبغى اول ان او شوت ولا بلاستيش الواحد ولا قدامك ادمي عنده او حتى ممكن تشتري لتو ايتم زين ايدي فيصير تفاضل بين موريلو على حسب باحتياجك طبعا لما الكبير لودن زي واحد تكون دايما التوجه الاساسي للشامبيونز اللي هم بوك في البداية وبعدين موريلو اذا في عندك اذا تحتاجها اكشني ما ادري صراحة تاخد موريلو ولا لا اذا كان عندك روة اذا تاخد روة اجز هل تحتاج تاخد موريلو نو ممكن ما تاخدها الا عشان غريبيس هذا اظن هايط موريلو في مكان انه والله ما تاخدها الا اذا تحتاج ال اذا ما في اي قدامك عنده اهيل ما اظن تحتاجها اه موريلو يحتاج يدخل في وسط الزحم ويتضارب معك ويحتاج الفلات في البداية فايمكن ايمكن اول ايتم نو دايما احسن في البداية والله يمكن عشان الفلات ماجيك في البداية يفيدك عشان الايرلي game damage والله الاثنين كلها حلو علي الاثنين كلها حلو علي ويمكن فعل ان طب موريلو احسن لانه عندك champions كثير عندهم sustain كثير طب تانك مرة كثير هذي تنفع ضد التانك هذي تنفع ضد التانك واللي هي له سوري حنشوف Oblivion orb هذي ايتم جديدة هذا اللي تبني على موريلو هذي ايتم جديدة تشتريها مبدري عشان تبني بها موريلو فيا تاخد موريلو يا تاخد يعني اللي هو اول ولا تاخد هذا اول كده يبغي يبغي يفرقوا بين الخطوات او اللي تشتريها اللي اللي تاخدها على على كده الاختيارات صارت مرة واضحة على حسب كيف الكمبوزيشن اللي قدامك والتيما اللي قدامك انا ابغى ما ابغى تضارب مع اي احد الا من بعيد اروح اخد جسمه مرة سهلة تاخدها هي القرار اللي لازم تاخده الا هي تاخد اول ولا موريلو اول يعتمد على حسب الماتشاب حقك اللي قدامك في كل حالات تقول لك كل ما تضارب زيادة كل ما يصير احسن اثر وسب مرة غالية الفانتوم المية مية 10% اظن هذا كانت الموضم سبيد اللي فيه كم 7% 10% لازم الناس اللي جنبك هم اللي يضطربوا اه والله كلهم يقولك سواء انت الخيانك اللي ماك في الجيم ولا الانم اللي قدامك يسووا سبيل كاست انت يسل لها تشارج يسل لها تشارج لما توصل 100 يعني ستاكات تستك لما تستخدم الستاك سبيل بايندر هذي ايتم جديدة تستخدمها تضغط عليها عشان تشغل الاكتف حقتها تجيك 30% تنزل بسرعة يعني تجيك كده فره تجي بسرعة تطير وبعدين تهدف و 100 يعني لما نشغل الاكتف حيكون عندك 100 زيادة على هذي يريد تعطيك 100 فحيكون عندك 200 من الائتم هذي 2800 طيب بعدين على حسب قد استخدمتها ممكن تستخدمها حقتها اقل لا لازم توصل صدق ما ادري اذا كان حقتها اقل ممكن تستخدمها ويقول لك الوقت اللي تيجي هذي الزياد اللي هي المية و 4 صراحة ما يعرف هي المية وال 4 ثواني اللي تكون اقل على حسب الشارجز ولا بس انها تاخد 100 بس ثانيتين ولا ثلاثة تنفع على السينجد لا اعتقد اعتقد هذي الائتم تنفع على الشامبيونز اللي بو يسوي وانشوت احسن بيقر سندرا تفك اني اني هيو تفك ام الاكتف وتجري ورا ام واحد وتلسع ولسع في وجه وتفجر ام ام طبعا ايتمز هذي انا ما احب ها صراحة يعني ايمكن تغيير المشكلة فيها المشكلة فيها متى تشتريها اه تالت ايتم رابع ايتم خامس ايتم فيها ايتم ايتم في عندك فويد ستاف في عندك موريلو دياندريز اركينجل مرة قليل اه فما هتعرف تاخدها ايه تاني تاني تالت ايتم ما اظن تاخدها هتاخدها يا رابع يا خامس ايتم احتمال كبير اذا ما كانت اخر ايتم بس اظن اظن يعني شوف هما كانت بيقر كل ما زادت المضاربة كل ما كان احسن ما ابغى اقول لا بس الفكرة فيها هاتي انو ما تجلس شغال الا بعد ما يعني تجيب الاستاكات حقتها وتشغل وتجلس اربع ثواني زي الفكرة حقت الايتم حقت اللي ياخدها زاد ولا ياخدها يشغلها ويمشي عندك ويندو صغيرة تستفيد منها الويندو هاتي تفق فيها كل حقتك اظن اظن تنفع اكتر شي على 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 سندرا آ آني آ كاتا زي ما بيقول الشباب ممكن تشغلها وتجي تنفض امهم بكل شي عندك آ تاخد وقت عشان تعبي فعلا تاخد وقت عشان فيصير تخش في التيم فايت تستنى العالم تجمع لك الاستاك اول ما تجمع الاستاك تنفض هم نفض ما اظن كويس على سند للمعلومية يا شباب لانه سند يعني ثلاثة اربعة دام والله ممكن 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 يستفيد منها حبتين نجري جنب الناس والعالم ابن تانكي وياخد الايتم بس زي ما قلنا مشكلة الايتم هذه يعني ما تقل تشتريها بدري اول شي مرة غالية اي تاني ما هي ما هي في الكور بلد حقك اي يحتاج اي يلعب بطريقة هذة اللي هو يسوي وانشوت يحتاج ايتم تانية لازم يجيب ها ان كان كان سندرا كانت بتجيب موريلو اول احتمال كبير حتجيب ما زال موريلو ما هي تحتاج السي دي اير صراحة غريبة اا انكن التورمين نو ما زال موريلو والديث كاب خلينا شوف التعديل حق الدث كاب بعدين ما في الدث كاب عبريتي باور ايتم الدث كاب ما عدلوا فيها حاجة هيبقى لسه يشتروا دث كاب عشان تجيبها يعني هاد الايتم ما تجري تسافيد منها لما يكون عندك اصلا اي بي عالي يعني زود المية اي بي عشان تجيب الدمج زيادة عشان تجري تسوي وان شوت عشان السي دي ار سندرا تبقى السي دي ار فعلا عشان الرينج حقها عالي بال الكور اللي ترميها فممكن في كل حالات بعد كده twin shadows رجعوها عشان فاكرين شالوا الشادوز اللي تطلع من ال ايتم حقها السبورت الزرقة هذي فقاموا رجعوها في ايتم ثانية في اندش كودكس اتر ويسب ستية ال 2400 ابل بور ستين موف سبيت سبعة كل دور اكش العشرة في المية تطلع twin shadows هاد هاد حالات محددة لا والله حالات كثيرة جانا ممكن تحبها ال لا ما ممكن ممكن عشان تشتغل معها وال مرة حلو كثير من ممكن ياخدوها يستفيدوا منها عشان بس المشكلة للايتم مرة غالية صراحة برضو هتكون ثالث رابع او خامس ايتم يشتروها هاد يظن محلها هيكون فيه شوية لخبر بالنسبة لل ما شالوا ال معناها دائما حيبنو تاني بسرعة بدل ما حتكون سايت ستون يمكن نشوفها ثالث او رابع ايتم بس على ويمكن شوية زي جانا جانا كانت مرة كويسة بال ايتم هذه زمان نقص رابع حقها من 870 ال death cap نقص ال gold حقها غير build path needless 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 2 اللي كان فيها 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 بس عدلوها فالرابط مرة كويسة تاخدوا التاني او ثالث ايتم بعد ما تجيب شوية ability power عشان تقرد تستفيد من ال passive هذه اللي هي تديك 40% فحتاخد spellbinder ولا حتاخد deathcap اول هذا السؤال صراحة ال realize نقص ولا زود الابلتي بحور على على فيكتور يا يال فيكتور انا شايف كل مالهم هو بيزودولو حاجات تنفع ويستفيد منها اتي مال كبير حنشوف فيكتور مرة ثانية في القيم امكان 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 فيكتور من يوم ما سوله ريوركس كتشامبيون اخترى في طريقة تلعبه والله من انه والله من بعيد لانه يبيدخل في نصر الزحم عشان الشيل يتحق اللي يجي سلو يبا يجري ورا الناس يبا يسوي دامج مرة كثير ام يا يا ام مالزهار في المد ام اني فيقر سندرا ام مين كمان ام فلاد نسيت فلاد انا يا عيال يا عاد فلاد مو مرة حينبسط بالتشينجز هادي هو قيد وخربان حيصير مرة خربان ورنبل اظن الميتا كله الصراحة التغييرات في الاتم هادي هتغير ام الميتا في الميدلين انتهى الميدلين اتغير مية في المية اتغير مع التغييرات هادي انترستين كاسيوبيا حيصير وضعها كويس بالذات انها تجري 6 اتم من دون شوز مرة كويس عليها المرة كويس عليها يعطيها الكولداون اللي تحتاج وخلاص عشان تسوي سبام لكل الابريتيز اظن هنبدأ نشوف كاسيوبيا مرة تانية هتاخد ريلايس برضو بف الميد الميد زيما قلت الميد ميت تغير كمبليت هذه تغير 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 او 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 التوبلين داريوس وف شوال يطرح نفسه هذا واحد او برضو في البرونز ولا في السلفر انا انا شفت والله الباج هذا مريت علي قبل شو صاحبنا اللي في البرونز ولا السلفر هذا او او راح سو راح قرر يسوي بف بف كم تشامبين كده عشان هالسولو كيو وعشان يبي يشوف داريوس في لسي انا مان يعرف ليش هاز دامج از هاز يقرر 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 لك هو دامج اصلا هو وعنده دامج ويحتاج دامج زيادة يعطي له دامج زيادة ليه نقصوه من تسعة لسابعة هاذا معناها زيادة اكتر او يقدر يفوز اكتر في البداية الراش 140 اتاك دامج اتاك دامج ها في الارلي جيم زي ما هي يعني لفل وان انت ما تلفل الال وعلي اصلا الا لفل واحد اولا شير تلفل الكيو بعدين بتلفل ال و ما تقر تستفيد من لفل ام بعد يعني لفل سبعة تحط فيها لفل واحد بعدين بعد لفل تسعة تكملها فما تستفيد منها البف ما يستفيد من البف هذا غير من الكولداون الا بعد لفل تسعة ومش بطل يعني بيحسنوه في خمسة لعشرة ليه ليه مادري ليش صراحة داريس بي بف بف التشينجز هذه مرة كبيرة يعني حتخلي لقيم حقه مرة كويس بز زاد قدام الميت اللي هما في تانكس حاليا طب يعني بيشوف تانكس مرة كثير طب هذه بف مو طبيعي له من يوم ما تاخد الاي زيد حقك 10% 10% طب داريس مرة لو سمحتو ألعبو بان ما يحتاج تبندو خلينا شوفوا الونريات حقه إذا تصار مرة خربان بس احتمال احتمال نشوفو في في LCS احتمال نشوفو في LCS بعد التعديلة هذي قانك بلاك الكيو زودوا المانا كوست حقه أخيرا ال E بارل لا توريك يعني إذا سويتها في البوش وفي أحد نظرة بينك ما تشوف ما في في ديوريشن 25 يعني بكل بساطة ضعفوه مرة كثير في أكتر منه ما هو ضعيف حاليا لأنه صراحة لحين مرة كويس مع كليب تمانسي ولا مع التانية هذي شا ما هي صار مرة باسف وما يموت وما يخاف ويهيل مرة كثير آآ جسمة هي الغراسب مرة كويسة عليها صراحة صار ما عاد يموت نهائيا وصار يجلس يتروض طول من دون ما يموت فهذا اللي سووه بكل بساطة ضاع فهو في البداية فتزود الويندو حقتك اللي كنت تتعامل معه وانه تنظر صراحة مرة ممتاز لازم ينزل شوي لازم ينزل لانه في الليت جيم جانك كله نعارفين دامج مو طبيعي هايبر كاري مو طبيعي مفروض اللي جيم تتعامل معه بطريقة أحسن أعطانك مرة كتير نار آآ الكول داون ريف فاند عربعين المية أوكي والأي هوب دامج حقه هزوا دو نار دائما نار كتشامبيون دائما نشوفه في الميتا برا الميتا في الميتا برا الميتا في الميتا برا الميتا ال سي اس يلعبوه شوية ال سي اس يختفوه ما يلعبوه شوية آآ التائيرات هذي حلوة ما أدري صراحة ترجع الميتا ولا لا ال ما هو براكس يعني بسيط في اللاير لقيم طبعا عادة لما تضربها وانت رجع تمسكها لما تمسكها جاء لك خمسة اربعين في المية اربعين في المية هي كل داون عشرة حترجع اربع كده في يدك اذا مسكت اذا ما مسكت هتروح عليك وزود الدامج حقه لي مش بطل بس بوقت تخش في الضرب بس هحصير رابيت ويمكن يمكن نبدأ نشوف هلسياس مرة ما صراحة مرة كبير بس يمكن اطلع بر قيم يا قلب كده بيقول والله اه اه كولداون زودوا حقه الدابريو زودوها من 13 ل 17 ثاني معناها تريد مرة حتقل اه اه زاعد 12 13 يعني زودوا الدامج حقها اه بس طاق ماكسم هيلث الشيل ديوريشن زودو ال بريتل ديوريشن اه اه هذي حق الباسف انت ريس لس الباسف حقتك لازم تستخدمها بدري لو تأخرت كانت تجي الستة ثوانية تستخدمها تلاتة ثوانية الشيلد ما له اي معنى انه الشيلد اصلا دائما من يوم ما تدخل بتنضرب بين شال فساكون نمزوده ثانية زيادة في الاخير ما تفرق سبعتاش تلاتاش اقل مرة كثيرة ال بيس دامج حقها طيروها في السماء خلوها من تلاتين لثمانين الدامج ريشيو خلوها تلاتين مئة بسار تلاتين بسار تلاتين في المئة اربعين في المئة الماجيك بالدامج ريزيست كل ما زاد الدامج حقها شوكويف دامج خمسين تسعين مئة وثلاثين مئة وثلاثين شوكويف 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 يعني شوكويف سقعت واحد في الجدار حيجي دامج زيادة تلاتين في المئة مواجيك هذي كلها راحت اوبرول دامج سار ثمانين دين مئة وستين لات كيم نرف كبير اوبرول دامج ريشيو نقص مرة كبير بغض النظر حنشوفه في سولو كيو كثير المفروض 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 انه اي ما كان يقدر يتعامل معه اول حيقدر يتعامل معه دحين الدامج اللي فاهم كيف يلعب قدامه حيدمج مرة كثير منهم ما يقدر يتعامل معه زي الناس سبعتاش خمستاش هذي فعلا تبعتاش خمستاش تلاتاش الدابليو دايما هي بتلفل الدابليو اول لحد علمي بس يا طوب عاليا بالتعديلات هذي مرة ضعيف مرة ضعيف ممكن يلعب طوب مرة يجلس يستنى لينما يوصل لاتجيم لانو لاتجيم حيرجا يصير احسن احسن شوية من ما ممكن الزات في لا والله حتى في لاتجيم افو الوبرول دامج اقل الوبرول دامج اقل ايوه حيخلوه تانك 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 ساپورت الحقاته نظرت مرة كثير الو سبام صار اقل مرة كثير ال ال اي دامج ما بقول اختفى بس كان في دامج مرة كثير ممكن تسوي فيها تخيل تروح تسوي تلاتين خمسين زايت طبعا بونس ماجي دامج اصرا ما عندك في بداية الجيم هذا ما تستفيد منها إلا ما نشتري ايتم حق ارمر الان واول كنت تسوي تلاتين زايت خمسين اذا صقعت اي اذا صقعت اها في جدار ده الحين لا حين تمانين انا طول من البداية اذا صقعت ما في جدار يعني نحطو لك اياها فيها مية وخمس وعشرين لا والله الدامج حقك في البداية بالأي مرة كويس في الأي صار احسن صار انقص في بداية الگيم مش بطل بس ما في الو الو هي اكتر تلفلها يعني ما حد يلفل ال كان اول واحدة ال دايما تبقى على 80 في استلفل في الو عشان تستفيد منها في كل حالات هل ممكن نشوفه بس في محددة مو دايما هل هو مرة ابرسيف زي اول اظن لا بوبي باسف جود الدامج حقها من 10 180 ل 20 180 10 دامج زيادة في ال ايرلي جيم اه خمسة دامج زيادة يعني 15 دامج زيادة اذا كان جبت الاي حقتك زي الناس مع الستاك حق الباسف مع سوري مع الباسف هيت اذا سويت عجدار تصير دابال يعني 20 دامج زيادة اه ما ما حسوي لشي هذا كلام فاضي ما 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 حتفرق هذا بس شوفوا ترا بوبي لسه في القيم يعني اظن كده بس الفكرة من اللي حطوها في الباسف اوه في عندنا بوبي لا تنسوا we have a good champion اه اه نوب رينكتون دامج زاد في اللي كويس مشاكل رينكتون في ميد قيم يكون مراح أحسن طبعا ايرلي قيم في احسن حالاته ميد قيم يصير كويس حبتين اللي قيم يبدأ يصير فوال دان فبي يعطو لي شوية حب وحنان للليد game على الكيو حقته empower damage زادة damage على الكيو حقته جاكس counter strike longer sometimes delays briefly before blocking attacks fixed a bug where counter strike buff could take up to 0.25 seconds okay okay كان في مشكلة في الإي بعد ما تخلصه يضرب ما تسوي الستنة على طول تتأخر بفاصلة جزء من الثانية بفاصلة اثنين 5 جزء من الثانية وعدلوها بقى frozen mallet إذا كنت يصير 20 بدل 30 هذا نرف على نار على نار نار من أكثر champions اللي يستخدم الأيتم هذي صراحة اشوفها عامة عشان ما يبغو يلسي الحق وراك طول الوقت فبدل slow يصير 30% يصير 20% ده كنت ملي بقى زي ما هو 3 الشامبيون اه افلن يقول لك الباتش اللي فات نرفناها مرة كتير نبرجها البيش دامج حق الإيزة ودوا من 40 55 70 75 55 70 أهم 15 دامج زيادة 25 دامج زيادة أهم ما عارف صراحة افلن افلونة اللي ا نشوفها في كل قيم اما انشوفها في أي قيم اما انشوفها باند مية في المية اما انشوفها باند أطول ام تين جادة كبير احتمال كبير نرجع نشوفها الثاني الناس اللي لعبوها كويس هيكونوا مرة تيرر بيها صراحة هنشوف هتكون مرة خربانة جيلا فيدلستيكس الكولدون حق الايسار عشرة البونس دامج على المونسترز معناها الوايف كلير حقه هيصير مرة احسن بونس دامج تومينيونز دارك مند دارك مندل بونس دامج حسنا حسنا يعني المنينز لا تستفيد منهم بف على جنجل فدل نرف على سبورت فدل حسنا الكولدون حق الايسار عشرة ثواني عشرة ثواني طول الوقت الكولدون حق الار صار 140 110 80 مرة كتير مرة قليل مرة مشكلة بيحاول يرجعوا ميت جنجل مرة ثانية بيحاول يرجعوا فيدل للجنجل ويشوفوا الناس يلعبوا كالستة 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 باس اتاك دامج يقول لك كاليستة كانت مفقع على الخلق كلها في اللين فنبغاها تصير شوية غيروها الاتاك رينج حقها نقلصها من 550-525 وهذا لازم نحسب له الف حساب الرينج حقها هغل من كثير كده صار البيس اتاك دامج حقها نقصوه في بداية الهيام الواحدة سبعين لستة وستين تسويها وانت ما عندك نقصت خمسة دامج مار له كثير الرينج حقها صار قل معناها لازم تخشت اقرب يعني هتضربك ممكن جيك قبل ما انت تبدأ اتاك اه البيس اتاك سبيد زوده البيس اتاك سبيد زوده فهم بيقننوا موضوع انه كاليستة اتاك سبيد شامبيون وكاليستة نيدز اه تحتاج اكستيندد تيم فايتس او تيم فايتس مطول عشان تسوي دامج كويس عشان تقدستخدمها لإيه حقتها بس حتقد تحط ستاكات ايه اسرع في مقابل انه قلل لن دامج حقك اه اي لايك تتشينج مرة حلو تشينج لانه كده يمشي مع 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 السحنة والفريمورك حقت الشامبيون هذا اه القروث زاد من اثنين ونص دي ثلاثة ونص بالطال الدبليو تغيرت كانت الدبليو اول لما تكون جنب السورن حقك اللي انت حط عليه اللي انت قاتله اه يديك اتاك سبيد دا حين لا صار يديك اتاك دامج فاكاليستة اتاك دامج اللي شالوه من البيس اتاك دامج هنا صار يعطيك يا لما يكون جنبك خويك خمسة عشرة خمسة عشرين بونوس اتاك دامج وانهر فمعاك خويك جنبك عندك تاك سبيد زيادة اه سوري عندك اتاك دامج زيادة التاك سبيد حقك من بداية القيم اقل شوية فهذا معناه في بداية القيم حيقل الدامج حقها تاك حيقل او حيقل الدامج حقها مرة كتيرة اكشري وات 30 اتور رانك استحين كل استاك يسوي لك اه مانا ريفاند اه اوكي المانا ريفاند يعني ما يبوق تستخدم مانا تنفض ام المانا حقتك كل شوية لو ضيع الاي من البداية حتخلص المانا حقتك المانا الاي في البداية المانا ريفاند حقها مرة قليلة لين لفل خمسة لفل ست اه تلفلها فل يعني واحدين اوكي يعني لين لفل تسعة لينك فيز باور حقها صار اقل من اول يس الكاجمة يقول لك في الباتش اللي فات كنا نرفنا ام الدبلية حقته مرة كتير نور رجعه كاجمة بوف ثلاثة 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 فاصلة خمسة ثلاثة فاصلة ثلاثة فاصل سبعة خمسة ماكس هالدامج اه هذا هيبقى او بي اياه العظن كمان مع الاتم سنشوفها بعد شوية حتشوفوا انه صار او بي اكتر منول رينجر نحن نعلم رينجر's update لكن الاتم avete عدد الكيو مرة لان رينجر لابض رجعوا الصل الكيو حقته للكيو القديمة البيس اي تاج دامج نقى صواله خمسة وستين من ثمين وستين ثلاثة مش بالطال في البداية اي تاج دامج جروث صار ثلاثة بدل واحد ونص بيت اتاج سبيد زودو الاتك تامج جروث زودو اي اتاج سبيد زودو هذا بيقول لك أنه هذا الاتشامبين اعتمد على الاتاك دامج اكثر ما اعتمد على الاتاك سبيد عشان كده يروحوا الواريور ممكن في جنجل ايتي انسين بردتر فلاتاك دامج شالوها برسنت بونس اتاك دامج بونس اتاك دامج زودوا البونس اتاك دامج واحد ثلاثة خلوه واحد اربعة لفر اتنين سير اربعة مئة اوكي ونسرينجار جاند بونتوث نكلاستاك او نسرينجار جاند HALA تتكلم عن الخلوه من ان قرر اتناك انه حسب المحبان اوه رسنتك اوه رسنتك اوه ان يتبقى في كل ما اعتمد على الاتاك هالتوه ان لا اعتمد على هذا هاذا هي على توسته اوه معهماني لب اوصهت من اقتل لب سبيد النقزة من يفاهم ما يش هاليف اوبست الـ Q هو بيضرب الـ Q حاز ينتكون سافى بينك وبينه 50 بدل 100 اوكي والضربة السرعة حقتها بدل 600-150 من يمتكد صراحة شباب من يمتكد بعد ما تنقذ توصل لجنبه خمسين يعني تصير المسافة اللي بينك يعني بعد ما تنقذ من البوش توصل جنبه او من الالتي توصل جنبه تصير المسافة بينك وبينه خمسين يعني تصير اقرب مما كنت اول الكيو مات فيها داش زي اول زي ما بتقوله الكيو سابجري البيس دامج حقها الريشو كده البونس التاكس بيت كده اليمباورد بيس دامج كده لما تكون عندك الخمسة ستاكس والاربع ستاكس التاكس بيت كده رجعوا الكيو حقته الكيو القديمة زي ما هي سابقا الو بترور كل دون حقها نقص من عشرين لستاش بف على الو الالتي الانمي بيجن رينج الانمي بيجن رينج بدا لالفين تلاتالاف اربع الاف اوكي الاري يعني تصرت اخطر شوية لازت تكون اقرب الانمي بيجن رينج اه الانمي بيجن رينج اه انمي بيجن رينج انمي بيجن رينج موفمان سبيد اربعين خمسين ستين هنزيد الموفم سبيد حقتك نعم رينجر ليب اوه اوه لو فكيت الالتي وخرجت بجنب من الالتي تسوي تلاتين في المية توتل اتاك دامج واو لو عندك مية ايدي هتاخد تلاتين ايدي زيادة تشيل ان الارمر حقه اتناشر تمنتاشر ابع وعشرين لمدة اربع ثوانية يعني اللي هتنقذ عليه مات مية في المية اوكي اوكي في اي احد جنبه يعني اذا انت شايف واحد هو شايف طبعا انت طلع فوق العلامة فهو عارف ان انت شايفه فاي احد جنبه يشوف ان انت شايفه يعني في رينج الو ميتين رينج كبير اوكي 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 لما نشوف واحد بالالتي حقتك حيب كباين طول الوقت وانت مشغل العالتي اوكي رينج الرجال الجيم يا عيال وبقوة رينجر اساسين حنشوف كتير الادسيس حيبك ومره كتير حنجلس نبني نينجا تابي طول الوقت و جي ايه عشان ابن الذين احسوا ولا فسوا هذا شيفانا اوه 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 ام ما 레دهروش هدو الاثنين صراحة اوه اوه ام عشان تشغلها الالتي مرة التانية الهلث حق الصراحة بس لازم يصير مئة وخمسين تلات مئة ومئة وخمسين ما ادري صراحة مئة وخمسة وعشرين ما ادري ما ادري كيف تسوي الالت حقتها فما حافتي عليكم في كل حالات ام بف بف الشامبيون صحيح انه سألو وناس حساباتوا قوي بس التستين حقهم بيقول انوا والله ما بيسوي كويس فيبيدول شوية بف على اساس نشوف كيف يسوي مثالا الارمر حقه نقصوه والماجيك رزيست حقه وزودوه بو يلعب في في المد از اميليد شامبيون هو تيكس الالت سبل دامج في الاني فيز سالون سفرد ديس ابروبيلين فمدلوس ماجيك رزيست رون صار مره متبهدل في المدجيم في المدلين بس اساس ضدات قدام المدلينر زل اللي هما اي بي فقام ونقصوه الارمر حقه وزودو الماجيك رزيست رون كريستانا الالتي اه كولدون حقها مئة وعشرين مئة وعشرين مئة وعشرة مئة ايه ايه زي ما هي ما هيتغير فيه زي ما هتطلع من القيم لسه من احسن الى اي دي سي زاللي موجودين في القيم وحوة تبقى اي دي سي كويس بيتش الاي بيس دامج عشرين خمسة راتين نقصوه الدامج حق الاي لفل اتنين وانت طالع بورنس دامج بيرستاك ما تغير زي ما هو البيس دامج اللي تغير وخسرنا قديش عشرة تمسطاش واو كريم الارتي كيم دامج حقه برضو عشان بيقولك يعتمد على بريس داتاك للي ياخد بريس داتاك ما انه ثلاثة اربعة ما ياخده برستاتك ياخده فليد فت عليه يقول لك يسوي دامج مره عليه فسوه له النرف على لي حقته ذولي بير زي ما قلنا اخوين البرونز ما زال شغال هاز اباناري كددت وليفنشلي نيد سم فورم فريورك وما بيقول له احنا لازم نسوي له ريورك بس مدام ما عندنا شي نسوي خلينا نعطيله شوية زبالة الكيو بدلما الموفمان سبيد حقه خمستاشر مية كل ما لبلها يزيد الموفمان سبيد حقه له حول القوة والله قسما بالله يا عيال اللي جالس يبفف الشامبيون هذا والله ما يحب الادسي والله يكرههم والله ما ادري في امي اي دي سي طلع له في صغره كده في الحلم عدم امه العافية قام طرطي عليه يبغى ريبنج يا عيال خمسة وعشرين في المية موفمان سبيد لو اخد موبيلتي ولا اخدلي شو مرة سريعة ولا اخدلي ريزولف تري ولا اخدلي تري سكندري تانية تزود الموفمان سبيد حقه ال الانسبيريشن تري واخد الماجيكال شو وزود الموفمان سبيد وخمسة وعشرين في المية كمان زيادة يا الله وفي عنده كم ايتم فيها موفمان سبيد ان شاء الها بلداء موفمان سبيد تورد شامبيونس يعني ولو يجري ورا واحد ستين في المية ليتكي وياخد معها بريدتور كمان يا الله او عندما يختر الموبيل بريد منه من والكابل على هب rapport اذا كنت اخدام الى الوزود يعني ان اعتبار قمسة الديكتور لو جمع وجواه وكان يجري على الشامبيون لو جمع وجواه الموفمان سبيد بفف سبيد هب قال ال Istepad عندما يستخدمهم على المين اذا استخدمها على المين الكلدان حقه يصير نص اذا استخدمها على كمبيون كما هو ال E مصغطة راق المساعدة اول الـ E كانت سوي فير بس احين تدفهم كمان على وراء اناميز هو ار داشنج ار اير بوان بفور روريز كاست ار دلت ها اه واف اذا كان الادم اللي جايه تعضه بيسوي داش ولا طاير في الهوى تسوي عليك دامش زيادة عشان كده القيم اليوم حك تريستانا لعبت ونقصت بالدبلي وجاع عضني نصف هلثي قتلني لو انت بتسوي داش ولا ناطط في الهوى يسوي عليك دامش زيادة يسوي Before roar is cast Enemies who are dashing or a bomb Before roar is cast Are delt 40, 60, 80, 100, 120 زايد point reliability power اوكي اوكي هنمكس زي ما هو تمكس ال W عليهم ما زال من جد يعني لا تهرب وخليك واقف موت بشجاعة زنزا والله tank meta is back lovely lovely passive determination passive damage 20, 40, 60, 80 total attack damage خلوها 15 سوالو نرف على ال passive حقته ال wind becoming light سوالو base cast time سوالو نقص ال cast time حقها سارتطلع أسرة ال W now originates from zinza position at the end of the cast اوكي short range dashes will now correctly moves in mind اوكي برضو عشان اندو برس دات تاك واسوه ننرف بسيط على اساس زد دات مارك اه نقص الكوطان حقها late game كو ستين تاني يعني كل مرة كل تيم فايت حيكون عندك فيه all t الله يبشركم بالخير زوي زوي باي باي زوي كلنا نسوي لها ويف كده نقول لها مع السلامة it was fun while it lasted شكرا ل فان في كل game لمدة 3 باتشات شكرا لشامبيون غثيث كنترول مجموط طبيعي يسوي دامج اكتر من ال اللي عنده عشرين فلاش وعنده عشرين الهيلث زودوها سويا حبيب في البداية خمسمية وستين الباس التاك دامج زودو حبة الباسف الباس دامج حقها نقصوها السكيلابريوتر حقتها والريشو حقها زودوها يعني الدامجة اللي تسوي منها حقتها صار اقل في البداية زيد مع الليت كيم الكيو الباس دامج حقها قللوه في الليت كيم الابلتي باور ريشو حقها قللوها في الليت كيم المفروض انها تكون بوك تشامبيون مو وان شاوت تشامبيون مو تشامبيون يسوي لك هابي بوبي بابل ولا تفرش اسموه تجي تسوي لك كيو تكشع هلتك من مو ألف وستمية لصفر وهي ما عندها الايتم واحدة يعني بابلستار مو تشامبيون هدا بف لنا لسپورت اظن ان ابوها تلعب اقل سپورت يعني موفمت سبيد بونس عشرة زودوها على الدبريو الابلطي راتيو زودوها على الدبريو الليليacs مش بطل السليبي ترب البوبل سليبي ترب البوبل كويلدون غير裙 بالمع poussi يحمس أن شرح الآن إذا انا نعلم يوم كويلدون أفتieri تفق تشوي تشوي او حقتك تضرب وما مات قد الإي حقتك رجعت تسويها مرة ثانية أول إذا جاك عندك QSS مثلا وجات الإي عليك اللي هي السليبي تربل ببل وبديت تبطأ يعني بديت تنعس وفكيت ال QSS حتنام برضو يعني حتفك السلو بعدين تنام هين عدلوها لو فكيت الإي خلاص لو فكيت السلو حق الدراوزي خلاص تفك الحمد لله الحمد لله هذه كانت خربانة يعني برة القيم يعني أو 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 هيصير لها مكان في القيم بطريقة ثانية يعني زوي كتشامبيون يعني ميزتها العظيمة مش الدامج حقها زوي تخويفنا كلنا زوي لما توقف قدام تاور وتسوي سيجل التاور يصير عندك كمية كنترول مطبيعي تروح تسوي لك بوك تقرب منك تضرب تحط الإي تخليك تزونك تبعد ما تفجأه برة الماب ما انت شايفها فجأة جات سوت لك دامج مطبيعي شالوا التاور ببلاش بس عشان زوي حالها واقفة وان في فايف ليست بحدركم وهذا اللي يخلي زوي كتشامبيون ممتاز جدا لما نتلعب كويس بس ما يكون أو بي بالطريقة المجدونة هذي مرة أو بريسب مرة أو بريسب المفروض اللي يلعبها كويس وفاهمها ويقدر يتعامل معها يقدر يسوي بها كويس مو بس تنقز كل شوية RQ 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 وتفوز فاهمني فا لاتسي لاتسي اكسترا دامج تاميينز فاكرين لما نزلوا الرونز ريفورج يعطوا كل الشامبيينز دامج زيادة خمسة على المنيينز الآن شعلوها نهاية يعني قال لك ما عاد يحتاج هما خايفين كانوا لما شعلوا الرونز ريفورج انه الدامج على المنيينز الناس ما تكتفرم عشان الفلاة ايديز والفلاة ايبيز اللي كانوا بيأخذوها أول شعلوا تشينج هاته مرة ثانية فكتيرين يعني يبقى لكم تنتبهوا يا شباب انه الدامج يعقلكم على المنيينز نقص خمسة كل الشامبيينز بدات الايبيز يعني الايبيز اللي نعبوا من حيتابوا غارثس وشاكلته حيتابوا بمت انشنت كوين لاين آآ 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 خلك الانشكوت لاين نعمو نعدلوا انشكوين موفمت سبيد حطوا فيها خمسة نوماتس ميدالي نزودوا موفمت سبيد عشرة رمانس افتها السندد موفمت سبيد عشرة ها 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 تزود الموفمت سبيد شوية هاته المشكلة الاتم هذا يكون عندك خمسة زيادة مش بطالة الهيلث تقصوه من خمسة بين لخمسين خمسة وعشرين بداية الجيم تراجون خمسين بعد اللبن و الريمنتز اف اسبكت ستمية وخمسين وخمسين وفتسعمية وفتومانمية الهيلث ثلاثمية وخمسين هذا نعرف مرة كبير على التانكي سابورتس خمسة وعشرين في بداية الجيم عشان تكتلوا يبغى لك واحدة اوتواتاك اقل يعني نصو اوتواتاك اقل مع الارمر والماجيك ريزيست حقك واحدة اوتواتاك اقل عشان تكتلوا مرة كثير صراحة مرة كثير فالناس اللي كانوا ياخدوا لارك الشيلد هما ما يحتاجوها يمكن صار ياخد الانشيند كوينت احسن شارت راكز نايف من الجيم باي باي ليسين الحينج هذا ما اظن نهائي يا شباب لينما يشوفوا حل لسين لانهم شعلوا بعد ما شعلوا في الباتش اللي فاتر اللي قبله لحين كمان شعلوا فصار لسين ما عنده ما عنده إلا لسين لازم يشيل الصفرة كثير هيضطروا يشيلوا الصفرة الصفرة لوقت أطول في القيم هنشوف ايش حيصوي فيها هذي أنا متأكد في الباتشينا الجاية هيصير فيها تعديل ويتسنت حقه نقص من 2500 إلى 2400 الآن هي الدامج زات 42 ماجيك رزيست خمسة صار ستة يعني أكثر عارفين كلنا إنه أنت تسرق الماجيك لما تستخدمه تسرق الماجيك رزيست حق العدم اللي قدامك كل ما كل ضربة زيت حق المسروق الدامج حقكم زيت عليه فإذا كنت يعني كل تجيب ستة كل تجيب ثلاثة يعني لازم عاشها ضربات عشان تجيب صحيح إنه ما تجيبها إلا أبطأ إذا كنت بس إنت أصلا ما بتأخذ الآتم هذي عشان الستاكات هذي أنت تأخذها عشان آآ الام آر اللي هو الماجيك دامج اللي بتسويه مع كل ضربة هتنسوا حقه الانهت الانهت دامج حقه مرة عالي فهذا بف مباشر لفاروس بف مباشر لكوغماو بف لكيل بف ليمين كمانا كيل مرة كويس عليها مع تضرب ملي صراحة مرة قليلا شفتوا ميلعبوا بيها بس بف مش بطل الرونز اوكي يقول لك لو أخذ بريسيجن مع سوسري ولا دامونيشن سم ستات فرم 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 سيكون دري او لو أخذ بريسيجن كان خلاص تاخد تمنتاشر مية تاك سبيد ما يفريقش السكندري اللي تاخد هذا الحين لا الحين تاخد تسعة مية تاك سبيد تسعة بريتي باور ولا خمس تاك دامج على حسب عداب تب كلنا عارفين اذا كان ما اخذ بريسيجن يعني بريسيجن التانية هتاخد خمسة باصة لخمسة تاكس فيد و13 على حسب نفس الشي تسعة عشرة ستة والعكس خمسة باصة لخمسة و14 ما حبيت التينج هذا صراحة نهاية التينج هذا عدم من عدم يعني ما ادري ليش نقص الاتاك سبيت في بداية الگيم من 18 في مية لتسعة في المية اذا اخذ اذا باخد سكندري دومنيشن ولا باخد سكندري سوسري ليه ما نيعرف يعني ايدي سي كتيرة ده حين صاروا يعتمدوا عليها مية في المية ياخد الاولى وياخد سواء او ياخد سوسري عشان ياخد سلارتي ياخد سلارتي وال وال اش اسمه هي السطورم وي اذا كان ارلي جيم شامبين زي لوسيان ياخد برضو نقصو الاتاك سبيت صحيح زودو الاتاك دامج خمسة which is negligible خمسة في بداية الجيم اخ يعني مع كل اوت وصارت اكستندد خمسة 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 ممكن تبيد بس اتاك سبيد مان ما ادري ما ادري ما ما اعجبني التشينج هذا هذا التشينج الوحيد اللي يمكن شفته في الباج صراحة اللي ما خرجني ام اذا انت التشامبيون يتمد على التاك سبيد اه ما ادري ما ادري التشينج هايش هيسا بس صراحة ما زال اذا اخدت نفس الطريقة نفس الشي اللي هو اول تاخده فما عندك ما يمكن حنشوف ال يفضل في بداية الجيم على التشامبيون زي اللي هايبر كاريز يمكن عشان يبغط 18% اتاك سبيد طول الوقت الكيستون دامج انكريز دامج دي كريز برس داتاك برس داتاك زودوا الدامج حق والدمج امبليفاير اه زودوا الباست دامج حقها من 30 لمية وثمانين لمية 30 مية وعشرين لاربين مية وعشرين والدمج امبليفاير فاكرين بعد الضربة الثالتة كل ضربة اللي هي ضربة بعد الضربة الثالتة كل ضربة حيصير تسوي دامج زيادة فبدل ما اول كانت تاخد 12% على طول دا حين لا 4% وتزيد على حسب اللفل حق الشامبيون اللي قدامك فهذا نرفع على برس داتاك وعلى كل الشامبيون اللي استخدم برس داتاك اكشل لا خلينا نفكر فيها لو كنت اول بسوي 30 و12 في المية من 30 اللي هي 1.2 ملتبلاي باي 3 هذا 3.6 دامج مع كل الضربة بعد الضربة الثالتة يعني نضرب الرابع وانت طالع دا حين بنسوي 4 في المية بيتش بي اس كل ما زاد 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 الدامج اللي تسوي بكل بساطة resolve 3 unflinching شكالوها has been moved حطوها في الفيتالي رو غيروا المحل حقها وضافوا واحدة جديدة اسمها bone plating after taking damage from an enemy champion their next three spells or attack against you deal 20 to 50% less damage okay ديوريش 5 ثواني الكل 5 روين تاني demolish ما غيروها font of life ما غيروها بس ضافوا bone plating ضافوا واحدة جديدة اسمها bone plating كل ضربة champion there next three spells بعد ما تاخد damage champion يعني واحد ضربك الضربات الثلاثة الجاية واللعابلت الجاية تسوي damage عليك against you deal تسوي 20 ل50 damage عليك عليك على حسب البل هذي مرة كويسة على الانجاج champions الاستر ليونا ان كان support ممكن بروم حتى ان كان tops كل الانجاج زي موكاي مالفايت scion ما ندري ليش اي بس يصير تختار bone plating ولا demolish okay demolish shield towers bone plating team fight story one plating صراحة شكل هفل هنشوف resistance there are 4 runes in this row now اه ضاف كانت 3 صارت 4 iron skin mirror shell conditioning second wind second wind has been moved here from the vitality row شعلوا second wind حطوها هنا في الروت الثاني فصار فيه 4 دواير بدل 3 وشعلوا unflinching حطوها في vitality row second wind بس شعلوه هنا تختار iron skin اذا تبغى بعض دقيقة عشرة second wind has been moved why غريبة unflinching حطوها هنا زي ما قلتلك second wind حطوها هنا ف كتشامبيونز تلعب top winter tank حت تفضل bond plating في resistance احتمال كبير تاخد conditioning احسن من second wind لانو second wind ما تبغاها sustain ما تبغا تجير sustain في الليل ومع عندك يمكن اي champion يحتاج sustain ياخد second wind اي champion يحتاج يكون teamfighter ياخد conditioning اي champion يبيعيش في بداية الgame ياخد iron skill ولا ميروس على حسب champion اللي قدام conditioning ما زالت افضل على teamfighting champions second wind افضل على champions اللي بيعيش في الليل يبغا يوصل late game منذ ما يموت كتير قد ما يقدر اذا خدت التري الاولى هادي resolve مثلا grasp على GP second wing احسب له من هادول اكل هم كل مجال دامج يقوم يهيل في المقابل لو اخد موكاي ولا مال fight ولا هادول هادول تبغى conditioning انت بتوصل late game اذا اخد jace على حسب مين يلي قدامك اذا كان قدامك ايدي اخد iron skin اذا كان قدامك ايدي اخد mirror shell امكان second wing ما زالت bone plating اخضلها برضو على champions اللي هم الOP اه ممكن طيب زي ما قلنا unflinching شالوها من اول واحدة وحطوها هنا و second wing شالوها من هنا حطوها في الثاني وهنا صار في اربع runs زي ما انتم شايفين هنا صار في اربع والبقية ثلاثة وحنبدأ نشوف شوالات زي كده في الgame في الرنز عامة ممكن يحطو لك اربع lines بدل ثلاثة تقريبا اربع 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 إن كمين تاني يا عيال بس أحسن أحسن في هذا أحسن سيتك تستفيد منها في الليت جيم بدل الليت جيم Beyond celestial body removed Time wrap tonic Your shallow celestial body Wow Your potions, elixirs and biscuits Last 20% longer while under the effect Of potions, elixirs or biscuits gain 5% English moves Shalom Shalom Hmm Hmm Inspiration Shaloha 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 صراحة ما عرف ما عرف ما عرفش ولا أشوف إيش ممكن نستفيد منها هذول يعني أظن إذا بتستفيد من الآيتم هذي ما تستفيد منها هذي كنت ممكن كلابتومانسي يوزر لأنه بتاخد بوشنز مرة كثيرة أو يكون توب لينر بيستخدم تاربشن بوشن ولا واحد من بوشنات هذي ولا يمكن شامبيون جنجل بيستخدم الهنترز بوشن معلومان يشايف أحد بيستخدم الهنتر بوشن وياخد كلابتومانسي مرة نيتش قليل صراحة يستخدموها وما أشوف منها فائدة عظمى مادري هنشوف هنشوف خلي البعات يبدو إحرن شوف البلاستكونز دريبر اكسسي من بلاستكونز بتتوزم لينرز ن الانرز ناتون لي ونيبتو تاوزم لينبتو بلاستكونز تاوزم لانري ها يقولك البلاستكونز هيتأخروا وما هيتأخروا من بداية الجام على طول تفاكرين هنشنا البلاستكونز الكونة صراحة مبدأت في البطلين ولا فالهذا دائما نروح نضطر نورد فوق هنا عشان نفجرها من بدري فبدل ما تطلع في مئة وخمس وعشرين إلى مئة واربعين ثانية يعني في أول دقيقتين هتطلع بعد دقيقة ستة الحمد لله يعني ما يحتاج يعني إذا أبقى حط وارد يصير ما أخاف أحط الورد فوق هنا أحطها هنا في البطلين وأنا متطمن فهنا دائما نجي نطلع نحط وارد هنا وأشيل هذه عشان نرجع سيف عشان الجنغل ما يسوي بجنب تحت فدح هنا أحط الورد هنا والله سميع الدعا Ancient Krugs Take Reduce Damage from Ranged Basic Attacks يقول لك ما عسار يأخذوا دامج أقل من ال Basic Attacks يعني أنا ك ADC أقدر أروح أضربهم في بداية القيم ما نقص الدامج عليهم Hand of Baron هذا الجنج العظيم الجديد اللي سوى Baron صار لما تكتل يعطيك buff لي زمان قبل الريوارك حقهم هيعطيك 24 تاك دامج زايد 40 أبلة فاول مش 25 تاك دامج زايد 40 أبلة فاول بعد دقيقة 40 لو خدت Baron حيديك 48 تاك دامج دبل و 80 أبلة فاول يعني بعد دقيقة 40 اللي يأخذ ال Baron قاسما بالله هيفجر يعني عندك نصف آيتم كاملة زيادة أو آيتم كاملة زيادة على حسب انت ID أو ال AP بعد دقيقة 40 أي واحد هاخد Baron العيت أي واحد برونز منوا بيروح يضيع يسوي كول على Baron و يضيع السميت حقته العيت بارن حيخلص مينين بوفس البارن يزود 50% الكاسترز حياخدوا دامج أقل لما انت ضروفهم يعني أصعب انك تشيلهم يعني دامجك زيادة دامجة تيم حقك زيادة والمينينز أصعب إن شاء له اللي هاخد بارن تقريبا حيفوز الگام أو الألدر دراجون سوفي نفس الشي الراسpawn timer كان كل عشر دقائق سار كل تمانية دقائق بافس يو تيم gets beyond the first grade even stronger in fact the first buff يو تيم gets is unchanged أول بف ما تغير releasing the values below بف دوريش ميو خمسين ما تغير برن دامج مصور بين ما تغير المنت البف مصور ما تغير for the first buff يو تيم gets ميو خمسة تلاتين and pair drake for sexpeak واو واو ثاني ألدر أخليك تخلص الگام إذا خذت ألدر ثاني 150 seconds for the first buff your team gets أول مرة تاخدو يجب لك مية وخمسين ثانية يجلس عليكم ثاني مرة تاخدو يجلس ثلاثمية ثانية ثلاثمية يعني خمسة واي خمسة دقائق هيك البرنامج 45 زائد 45 كل drake في أول مرة مية وخمسة وثلاثين زائد تسعين pair drake ثاني مرة أي أحد ياخد drake ثاني مرة أنتهى الجيم الـ elemental buff خمسين في المية افكتب مية في المية ام يبو يقلل الوقت مايبو يقلل الوقت مايبو غامز توصل مية دقيقة على هاله ولست بين دقيقة بس وسلامتكم. وبكده يا شباب نكون خلصنا باتش نوتس آم تمانية فاصل اربعة. راتكم السحر العافية. اذا عجبك الفيديو. فضلا امرا نسوي شير. سبسكرايب فولو في التويش. اذا ما تعرف انا سوي ستريم يومي او يومي في تويتش. في تويتش. في تويتش. في تويتش وفي يوتيوب. تعال انت واصحابك. نشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة